السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعطيل الدراسة في ست محافظات جرى سوء الأحوال الجوية قررت ست محافظات تعطيل الدراسة في مراكزها وقراها بعض الأيام خلال الأسبوع المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية التي ستضرب البلاد وعلن محافظة دقاهلية تعطيل الدراسة السبت المقبل بجميع المدارس بنطاق المحافظة تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجه من الطقس السيء وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفوري مع أي مستجدات ووجه محافظة دقاهلية بأهمية متابعة تطيير كافة بلعات صرف الأمطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف وتأكد من جاهزية كافة مادات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطصات للتعامل الفوري مع طوارئ كما صرح أحمد السماحية المتحدث الرسمي لمحافظة القفر شيخ بأن المحافظة لواجمة نور الدين قرر تعطيل الدراسة يوم السبت القادم الموافقة 20 نوفمبر الجاري بجميع مدارس الواقعة بنطاق المحافظة ووضح أن ذلك القرار بصفة مبدعية وذلك نظراً لو توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجهة من الطقس السيء كما تقررت تعليق الدراسة بمدارس مطروح من يوم السبت القادم 20 نوفمبر نظراً لتوقع سوى الأحوال الجوية ولحين استقرار الأحوال الجوية وقررت الدكتورة منال عوض محافظة دميات تعطيل الدراسة يوم السبت والأحد الموافقين 21 و20 نوفمبر الجاري بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجهة من الطقس السيء كما أعلن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية اليوم الخميس تعطيل الدراسة بجميع المدارس بعد غد السبت للطلاب والمعلمين على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحدى المقبل وذلك بسبب الطقس السيء كما قرر اللواء حشام أمنى محافظة البحيرة تعطيل الدراسة يوم السبت القادم 20 نوفمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاباً ومعلمين بنطاق المحافظة النظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب وأقل المحافظة في بيانهم له منذ قليل على أن يستسنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات أتشير التقارير الواردة من الهيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد لأنه من المنتظر تعرض المحافظات الخمسة لحالة من عدم الاستقرار للأحوال الجوية ومن المتوقعة تبارن من فجر اليوم السبت عشرين نوفمبر أن تشهد السواحل الشمالية للبلاد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تكون راضية أحياناً على عدة مناطق من السلوم مطروح الإسكندرية دمياط بورسعيد العريش رفح البحيرة كافر الشيخ قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط لرياح